هل قراءة القرآن تصل للميت؟ نعم تصل إن شاء الله وخصوصا قراءة سورة الملك تصل وتؤنس الميت في قبره كما لو قراءها وهو حي؟ هنا بقى هنفرق ما بين أمرين بين قيام الشخص بنفس العبادة وهبت ثواب العبادة بعد وفاته يعني الأولى أن يكون الإنسان هو على قيد الحياة يقرأ القرآن ويتعبد بتلاوة القرآن حتى يكون القرآن نورا وبرهانا له يوم القيامة تمام؟ طيب ولكن هل يجوز إذا كان مقصرا في تلاوة القرآن أو إن بعد وفاته من كثرة حبنا وشفقتنا عليه بعد وفاته أن نقرأ القرآن ونهب ثوابه له ما فيش مانا بعد وفاته نقرأ له القرآن ونهب ثوابنا له إن شاء الله ما في مانا تمام